لم تكن ليد الدمار أن تترك شيء في العراق حتى تطوله وفصلها الآن نحو الجنسية العراقية لتكتمل حلقة ربما هي الأخيرة من سلسلة تدمير الهوية العراقية فقد أقرى البرلمان الأسبوع الماضي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على الجنسية الأمر الذي أثار غضب العراقيين الذين رأوا فيه كارثة جديدة تعزز النفوذ الإيراني المتغول في البلاد النائب يحيى المحمدي قال إن حكومة العباد قدمت مشروع القانون إلى البرلمان بعد أن وفقت عليها مضيفا أن القانون يقلل من شأن الجنسية العراقية ويسهل الحصول عليها علاوة على منحه مرونة مستغربة للوزير المختص بشأن منح الجنسية في نظر الكثيرين يعد القانون انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لديمغرافيته على وفق رغبة القادمين من الخارج لا سيما وأن حقوقيين يرون القانون مهددا للمجتمع العراقي بشكل خطير جدا النائب محمد إقبال صيدلي أكد أن هذا القانون انتكاسة كبيرة في مسار القوانين المحافظة للاستقرار كونه سيؤدي لتغيير ديمغرافي كبير في البلاد حتى وصفه النائب عدنان الأسد بأنه مليء بالقنابل مديرية الأحوال المدنية وجوازات التابعة لوزارة الداخلية سرعت لتبرئة نفسها بالقول إن منح الجنسية للمقيم مدة سنة يخص من سمتهم المسفرين قصرا إبان النظام سابق مؤكدة أن القانون المقرع عام 2006 لا يزال نفدا إذ أن الذين يرغبون بالتجنيس وهم غير متزوجين تشترطوا إقامتهم لمدة عشر سنوات متتالية مراقبون قالوا إن إقرار القانون يعني تحول أكثر من ثلاثة ملايين إيراني إلى مواطنين عراقيين مباشرة ويفسح المجال أمام الزائرين خصوصا الإيرانيين لاكتساب جنسية العراق بعد مكثهم سنة واحدة بمجرد صدوره وهو ما اعتبره استباحة تتجاوز المنطقة والمعقول ذو الاختصاص أكدوا أن تشريع القانون يندرج ضمن تدمير هوية العراق الذي بدأ مع الاحتلال بطرق وأساليب ممنهجة استهلت في بغداد والبصر وسمراء وديالا وتستمر الآن في أطراف صلاح الدين والموصل